اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناس المتابعين مو عند كل محبي السينما البرح حصيناها فرحة السينما حصينا الفرحة هذه خارجة وناتقى من الفيسبوك والناس تتفعل وتتبارتاجي وتهني مثلا صديقنا منصف ذويب اللي عندو فيلم برج رومي اللي هو في السيلكشن اوفيسيال متاع اللي جي سيكتب اغهو دووز انونسي كنتر فيلم برج رومي اتان كمپتشن اوفيسيال جي سي 24 مع قلب هكا احمر والبرح كنت كينو واحد يعلن عن ميلاد طفلو اغهو دوز انونسي لانيسانس دو من افان وهكا كيف كيف برشة برشة كتبو على الفرحة هذه فيرس نعنيع مثلا بكلمة واحدة كين فرحان وحاكتب يلا سيمي شيفعي اللي بشيكون في السيلكشن اوفيسيال متاع اللي كورمتراج يا جميعا كتب على انستغرام تقبلنا في الجي سي سي شفتوا الفرحة هذية خارج البرح ونابعة من الفيسبوك هذي تونس المبدع تونس الفنانة تونس الحلوة المزيانة المنوعة والملونة اللي احنا نحبوها هذي تونس اللي تعجب الفنانين في كل المجالات بامكانيات صغيرة مبدعين يعملوا في حاجات مستحيلة ويوصلوا بأفلامهم الى اكبر المهرجانات بش ينجموا ينفسوا أفلام بميزانيات تفوقهم بالمئات داويد ايغوليات في السينما شوفوا محلي هالعنوان هذي هذي العنوان اللي صنف الجمهور التونسي المحب للسينما هذي الجمهور الاستثنائي اللي يعمل صف سوية بش يدخل يتفرج في فيلم ويخرج ويحكي ويناقش ويعلق ويعبر عن رايو جمهور الافلام اللي مهوش جمهور التابيروج أيام قرتاج السينمائية كما أيام قرتاج المسرحية داوير تعطي للبلاد شحنة من الأمل وتخلي تونس يبعد على اليوم يا على العادي على الكوتيدين سيساوسي لي جي سيسي شوفنا عديد المهرجانات اللي جيت تاريخيا بعد روا أيام قرتاج السينمائية أما هي ما جيت شيء من ناحية الإبداع برشا فلوس أما شنوه لبسات والربيت أكثر من الجمهور وأكثر من الأفلام وأكثر من الحكايات تونس بعيدة برشا على الدول اللي عندها إنتاج للأفلام طويلة للأسف داوغ نذكركم اللي خمسة دول الأولى في إنتاج الأفلام هي الهند وبوليوود ثم الولايات المتحدة وهوليوود اليابان الصين واسبانيا وفما دولة اينا اتفاجأت اللي هي قاعدة تستثمر في الصناعة السينمائية وهي داوغ سميوها نوليوود مع بوليوود وهوليوود اليوم عنا نوليوود وهي نيجيريا نيجيريا اليوم من بين الدول اللي قاعدة تستثمر برشا في الإنتاج السينمائي فانتظار أنه يكون عنا تونيوود بصناعة سينمائية محترمة تنجم تدخل في تنافسية مع الإنتاج العالمي يلزمنا سينما في كل مدينة ومجموعة تحكي وتناقش في فيلم في كل تركينا ونقص الدعم ع السكر مثلا ونحطوه في تسكر متاع السينما يخي ميش حاجة حلوة أنك تدخل للسينما خلي الفرخ يجنح خلي الفرح يتير خلي التونسي يشيخ وخلي الإبداع يتير